السلام عليكم اخوتي اخواتي كديري اللي بس عليكم أشخ باركم كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال مرحبا بكم معي في فيديو جديد وكنتمنى لا تنسوش اللايك المهم دروتين البنات رفضيتو معاكم في أول منطف الصباح الصباح بكري المهم هنا البنات غلبت فلت اللاجة لم ألقيتش الكفتة باش نصيب لها صندويتش و هذا المهم دبان يتب البيض سلقتو بالزربة وصفي هنا المهمة البيضات وجدو وصفت ديناتا القيوانا ولينا و كديرين توم بأخير هانيين كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بأحسن حال و انتم الحويضة ديال لينا تاهية ستموت تاهية للبيت يجب البيض مسلوق المهمة لما كانش الكفتة كان ندير لها البيض مسلوق المهم هنا هي البنات بالصربة لينات تحت التفطر وهنا البنات مشيت تنوجة تراسيل بس حويضاتي حيث اليومة باش نمشين مع هالسمية والمدراسة باش نهضر مع المديرة على حسب ضيعت ثلاثة ديال الكتوبة النشاط العلمي و الرياضيات و القراءة المهم ضيعتهم بثلاثة هالي شي كنتم أريكم هنا يلقى لطوات المالطاة ديالها الصباح قبل ما تمشي ايو المهم ضيعت ثلاثة ديال الكتوبة و ريكم عارف الكتوبة البريفي غاليين المهم مشيت عند المديرة ربما يلقاهم تمام ولا شي حاجة و الى ما يلقاهم شو لها درام كتاب عليهم غالي ناخد الكتوبة أخرين المهم هنا ربشيت البنت عند المديرة و دويت معها و ذاك الشي و قلت ليس ما في نضاع و ذاك الشي ترى لينة تقول خلتهم في الدار ولكن قلبت البلاكارة تقلبت كل شي بلقايت وينو و المهم هنا بعد ما دويت مع المديرة ديالها في اللي كل وصلتها هنا أو كانت شتاء هنا شتاء شتاء نيت والبرد أو في الصباح هنا و الصباح بكريه ما يمسى في ديال الخدمة خديتو حد الكويس ديال القهوة و كانت شتاء و أنتم البناتة نشارك معكم الأجواء هنا الصباح في الغيشة والبرد و خارجين في الصباح غير اللي غايمشي يخدم أو لن ترعي لكي يبشيوا المدرسة هما اللي تيمشيوا و يكونوا فعوان وليديهم ساكنت يوصلوهم في الصباح المهم هكا كانت الأجواء تحشتكم أنا بعد دولة تحشتكم بزاف و ربي خليكم لي و شكرا حيث كتشاهدوا لي الفيديو هاتذي لي حتى الآخر و متابعين قناتي الأوفياء المهم هنا من بعد الخدمة مشيت للصويقة تقديت خليت هكا الحوت باقي عندي ذاك الحوت في القنجلاتور و لكن ما بغتش نستعمله تشهيت هكا السردين و دكتو في هده بلاستيكات هاد و بحلقة تتغسل هنا يفضل الصويق هادا تغسلي الحوت كامل هنا و من بعد تصفيها صبيتت جميعها تتلوحيها تتسهل عليك ايه والمهم شكرا بالساف لصاحبات الفكرة وهنا لبنات تقديت ثاني البقوة و لجبتها معايا و خديتها عبت بش حال خديتها بربعة درها من القبائضة المهم زربت لها حي تعرفها راسيلا غسلتها و خليتها رابقات تمة مباشرة غسلتها و تخضرها شوية صافي و دست حي تالية عندي واحد المصبحة لما نشار ماضي و اللي قطعت به كيفما تتشوفو ما عندي شتكلها شوار و صافي المهم دت لهنا يلحامض معاها و التومة ما بغتش نلوحة معاها نخليها حتى تنقليها في شوية الزيت ايه والصافي هنا ترتفل برايب مع الماء والصافي هنا جد عندي واحد صاحبتي بقيات معاها تتحضر معاها جمعه و مون ثاني و هنا تنشقه و هي مون ثاني ايه والمهم للا يختارين الحباب صافي هنا يا البنات الحوث من بعد ما تسقطر و نقيته قدرته حتى شوية القصبر قطعته صافي تحمارة و شوية الملحة شوية سكيجبير كما عارفين الشيء كل شيء كاي عارفو يديره مهم حنا نتشاركه معاكم اليوميات ديها دي كنتشارك معاكم النهار دي دي كيفاش كاي دوز و فرحانة معاكم بساف و سعيدة بكم بساف و حتى انتم تبارك الله عليكم لعطيكم الصحات انتم حادقات المهم هنا البنات هكا سرحت الحوث هنا اليوم صافي حرفت من قلي مع ذاك الوزن مع ذاك الوزن السائد ما بغتش ندير القلي صافي هنا يوجدتهم و مباشر غاد يدخلوا الفرع صراحة الوحد يعني يعني كنحاول ايام الجاية ان شاء الله يعني نكون غير اكل صحي و نبعد من الزيوت و نبعد من قوة اللحوم بالساف و نبقى مراقبة يعني الوزن دي اللي بايدسات شو نحاول نقص و ادعيه معايا البنات تنرة ندعيه معاكم الي سهل عليكم و اللي مرد اللي يشافي و اللي نفسه فشي امني يا ربي يحقق هالي و هكا غادين كل نهار البناتو رسقو كل نهار و كيفاش كيدوز و كل نهار و كيفاش المؤهم بحال هكا البنات شوية دي اللي نزيت فرش بدا الكاغت كنداخدو دايما معدمون خمسة دراهم و اللهي لنا فعني ممكن تنجيبو بعشرة دراهم و تدو و ازرولو كبير افتو الزوين بالسافة اللي عطا ما تتغسليها موالو و صافي تتحيلي ذكا غيتلوحي و صافي استعملتونا هنا تل ذك الدقيق فرشتو باش مينسادي تنجيبو 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 حولي التي سهل الخدمة علينا شوية فطار صافي درتلي هكا شوية دي اللطحين و صافي مباشرة غاليدوز المؤهم هنا كديروح الكويستي القاتي بشيبة و معي صاحبتي و تنطيبو تنضحكو ما راكتن ديرو الموسيقى غير عندبه هنا ما تنبغيش ننزل في الفيديوهات دي اللي الموسيقى اه هنا ما رجعت بالخدبه تلدي كتنعاش عادي بديت تنشقى المهم ان ما تنتغدى البنات حتى تجيلينا مع الجوجونس تنتغدى دايما تال الجوجونس و ولفناش حالي كان غالي واحدة ونص نتغدى ولكن ده صافي ولفناش تال الجوجونس هالك نتغدى و قبل الغداء كان ديروشي كويستياتي ولا هشي حليوات ولا هشي حاجة هكا و صافي المهم هالبقولة هنا وجدات حييت ديك الحامضات وهنا ما عنديش القصرية صافي درتها هذا الطاجير نعندي هكا يا كبير البخار المهم درتها فيه حساب باش ندرو حالي معلقة و بدن معسها شوية باش تهبط ما تقعش طالعا و صافي درتاني تبهد باد اسميسو باطعشين و المتقعشين هالبناز را تشق شوية هتسيبان إن شاء الله غدي نحييدو صافي المهم بقيت بحالي هكا يمعها بديك المغارفة تنمعس فيها مزيان باش تهبط يبا هكا نتكدر الوالدة حتى هي اذاك شي اللي شفناها اللي تعلمناها راهم اللي تنذيرها مهم باقا عقلكت الوالدة تتكدرها بحال هكا وحنا يا قاسين حداها تنتسلنا وغا وقتا اشتوجد ايه وابشات ديك الايام الايام قاعد زوينة ما تتصر حاجة دي تتبشي متتعا وتشترجع زوينة اه المهم هنا هذا الحوت مبعد ما اوجد هنا البناء ترى ما جبش بزاف شبسة كيلو اصافي هنا اخذت التومة قطعتها غيب واحد المميس ما برات نجبر ديك المميين والقطاع ديها لبلك شي اصافي قطعت غيب الموت ديك للتومة وصافي ودركت عليها واحد شوية دي الزيتون وصافي وخليتها تتقلع شي شوية وغادي ندرك ديك البقولة تماما وصافي وغادي نزيد عليها واحد شوية ديالتحمارة والحار ما عنديش خليت غيب واحد شوية من الهريسة شوية الكامون نرى هكا كندير لها البناءات وانتو مالله واعلم كل واحد كي باش طارق الممينات الشي اللي نعرف راولي تنديروا بحلاكا وكنتمنتنا الاعجابات ديالكم وصمحوا لي بسافي لشاهيتكم وبالخصوص الموحمات اللي كنت تشوف في الفيديو اختي تاير ستتوحم سمحونا بسافي ايه وصافي هنا المهم الحوت بعد ما اوجد ساهل ماهل ماكي الأقلي ولا قلب في المقلاة ولا جبل المقلاة نيشان من الفران نيشان سيخرج ايه وصافي تنهز جاني ساهل ايه و المهمة ديال غضي و ديالنا شاركتها معكم البنات نتمنى ايه و المهمة لما نطول عليكم بصحتكم و الى فيديو قريب ان شاء الله و شكرا مستفى للمشاهدة و باي باي عليكم محاليكم شكرا مستفى